على كل أحوال نروح بقى مع حضراتكم لملف مختلف ملف انتخابات اتحاد كرة القدم اللي هتقاب بكرة إن شاء الله المفترض ان النهاردة إن شاء الله يعني يصل مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كاكاني جون ماري إلى القاهرة لمراقبة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم ويتقديم تقرير عنها للاتحاد الدولي على اعتبار ان الاتحاد المصري بيدار حاليا من خلال لجنة من الفيفا الاتحاد كان طبعا تحاد الدولي لكرة القدم كان تلقى تقارير دورية من اللجنة اللي عينها لإدارة الاتحاد المصري وينتهي طبعا عملها بكرة إن شاء الله يوم الأربعاء بإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بمعرفة الجمعية العمومية كمان حدد الفيفا طبعا مجموعة أخرى من النقاط وتلقى الاتحاد الدولي أيضا عدة تقارير عن ترتيبات العملية الانتخابية بداية من تعديل لائحة النظام الأساسي وكمان نهاية إجراء الانتخابات على أساسها طبعا ده برضو ملف مهم جدا إن شاء الله يعني لما يكون في استقرار في هذا الإطار الأمور تنعكس بالإيجاب على كرة القدم المصري صحيح هنا أكيد هنتابع خطوة بخطوة هنا هيبقى فيه نقل للجديد طبعا في هذا الملف على قناة القالية سواء فيه برنامج عشر صبح في قالي أو برامج المختلفة للزولاء يعني على القناة لكن زي ما أنت بتقول الانتخابات مهمة جدا وخطوة مهمة جدا والعديد بينتظرها فإحنا عايزين نشوف فعلا كمان بعد هذه الانتخابات أداء أفضل بكتير على القرد ترجمة نانسي قنقر